لم تقف هجمة ايران الصاروخية عند حد المحث عن اسبابها او ماهيتها فالجنء المعلن على لسان الحرس الثوري في طهران اشعلت غضبا واسعا هزت داخل العرقي والمنطقة والعالم ادانات عرقية عاجلة وحدت الصف العرقي السياسي من شماله الى جنوبه الخارجية توازدرت بيانها بالايدانة التي حملت فيها الهجمة عنوان زعزعة الامن في عموم العراق والاستهداف لشعب العراق قبل ارضه امريكا التي فسلت غضبها بادانة شديدة لهجة على لسان سفيرها لدى العراق ماثيو تولر وصفة نيةه بالهجوم الاجرامي على مدنيين وانتهاك صارخ للصيادة العراقية مجلس وزراء اقليم كردستان اشعل غضبه بنفي ادعاءات الحرس الضوري حول ان الاستهداف على قاعدة اسرائيلية فالهجوم طال موقعا مدنيا في اربيل برلمان كردستان دعا الحكومة العراقية والمجتمع الدولي تكثيف الجهود لدعم سيادة البلد رئيس الجمهورية برهم صالح كشف عن ان الاستهداف يأتي لمحاولة عرقلة الاستحقاق الدستوري في البلاد رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي توعد بالتحقيق الامني في الهجوب والتصدي لاي مساس بامن العراق ومدنه وسلامة مواطنيه زعيم التيار الصدر عقد على الفور غرفة عمليات لاجراء الاتصالات الداخلية والخارجية دفاعا عن سيادة العراق زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني وزعيم التيار الصدري اتفق تشكيل لجنة تقسل للحقائق حول دريعة وجود منقرة اسرائيلية في اربيل البرلمان العربي اعلن موقفه من الهجوم الصاروخي على اربيل اذ اصدر بيانا اكد فيه السعي من وراء الهجم الى نشر الفوضى وتقويض الاستقرار فرنسا المانيا الامم المتحدة ايدنات دولية ومطالبة بمحاسبة فورية لمرتكبي العمل الاجرامي بعد ان وضعت المعادلة في حسابات عمل ارهابي هز سيادة العراق المشهودة